السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج لو كانوا يعلمون بنشرح قص القرآن وبنقول لنفسنا والكل اللي بيسمعنا لو كلنا لو كانوا يعلمون حكمة ربنا عز وجل من هذه القصص اللي تشبه جدا واقعنا دلوقتي لكنا استفدنا من القرآن لأن كل موقف في حياتنا لي قصة مشابهة في القرآن ربنا قصها عشان يقول لنا نتصرف ازاي في الواقع الحالي بقصة شبيهة في القرآن فلو كانوا يعلمون حكمة ربنا من هذه القصة لكنا فعلا اتصرفنا على مراد الله عز وجل والنهاردة قصة النهاردة في القرآن قصة حصلت في عهد الصحابة عهد الصحابة ونزل القرآن والصحابة أحياء وسمعوا الله عز وجل وهو أو سمعوا القرآن وهو يقص هذه القصة اللي حصلت للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام معهم القصة دي حصلت سنة 9 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عنده 62 سنة غزوة كبيرة ما بين المسلمين والرومان المسلمين في المدينة والرومان على بعد 1000 كيلو تبوك شهر زي شهر 8 كده شهر حر والشهر ده صحر بقالهم سنة عملين بيصرفوا على الأراضي الزراعية وبيزرعوا ده شهر جني الثمار شهر الحصاد بقالك سنة عمل بتصرف فلوس النهار ده المفتوض يعني تجني هذه الثمار عشان تبيع عشان يجيلك بقى دخل وربنا عز وجل شاء ان يطلعوا ففتنة كبيرة لذلك ربنا عز وجل سمى هذه الغزوة ساعة العسرة شقة بسبب ان احنا هنسيب الفلوس وهنمشى 1000 كيلو واحنا 30 ألف نحارب 400 ألف من الرومان لذلك كثير من المنافقين بل كل المنافقين تخلفوا وهربوا عن الغزوة دي وتحط في اختبار الصحابة من اللي صادق في حبه ربنا وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا القصة دي والفتنة دي سيدنا كعب بن مالك هو صاحب القصة النهاردة والحديث في الصحيحيني من حديث سيدنا كعب بصوا يا جماعة سيدنا كعب هيقع في مشكلة كبيرة جدا كان ممكن يطلع منها بكتبة وينجي نفسه ومش مشكلة النبي عشان ما يزعلش النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله هيخضب فكان قدامه المشكلة اما يطلع منها بكتبة او يصبر ويصدق وربنا هينجيه حتى لو تحط في مشكلة اكبر بسبب انه كان صادق يقول كعب ابن مالك وهو صادق مع نفسه وعلى فكرة يا جماعة الانسان الصادق في تعاملاته مع الناس الاول هو صادق مع نفسه مش بيخدع نفسه انه هو كويس وهو مش كويس مش بيخدع نفسه انه بيحاول يقرض ربنا ومش بيحاول مش بيخدع نفسه انه بيحب دين وهم بيحبوش لذلك سيدنا كعب ابن مالك الصادق اللي ربنا عز وجل نزل فيه قرآن انه هو صادق الاول كان صادق مع نفسه اسمع يقول ايه يقول فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن وقتها أيصر مني حالا ولا أقوى مني ولا جمعت بين راحلتين ما كانش عندي جملين طول حياة إلا في الغزوة دي بالصراحة ما كانش عندي عذر لكنت تعبن والعيان ولا معيش ركوبة كنت قوي وكن معايا فلوس وكان معايا جملين كمين ولا أيصر مني حالا مثل ما كنت في هذه الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غزوة إلا وره وره يعني يقول أنا مش رايح فيه ما يقولش أنا رايح فيه يقول يالله جماعة نطلعين لغزوة بس ما يقولش فيه إلا في الغزوة دي لأن الأمر كبير هنمشي ألف كيلو كل واحد يجهز نفسه هنحارب ربعمائة ألف كل واحد يجهز نفسه ففي الغزوة دي النبي قال أنا طالع تبوك ألف كيلو هنحارب الرومان ربعمائة ألف مقاتل فبدأ المناشقين يخافوا وسيدنا كعبد ملك يقول وما كانش فيه ساعات هديوان يعني زي دفتر كده يجمع المسلمين كل واحد طالع يكتب اسمه وما كانش فيه 30 ألف كتير قوي ما كانش فيه مجلد بيجمع أساميهم فكان فيه ناس كتير عايزة تهرب بس خايفين من حاجة خايفين لحسن ينزل قرآن ربنا يقول النبي فلان هرب وفلان هرب وفلان هرب فلا خافوا لكن برضو المنافقين قلبهم مفهوش إيمان ومش خايفين من ربنا عز وجل كعب بن ملك عايز يطلع معندوش مشاكل المنافقين هيجروا ويبعدوا لكن كعب بن ملك ناوي يطلع لكن حصلت لمشكلة إنه قاعد يسوف قال أطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا استنى شوية أجني الثمار بتاعتي ولحق النبي أنا عندي جمالين أو عندي حصانين يقول فالناس بتتجهز وبدأوا يتحركوا وأنا أروح بيتي أجهز نفسي ما أعملش حاجة أو البكرة يقول والناس بدأت تتحرك وطبعا أنا بحكي القصة شوية بالنص وشوية بالمعنى لأن القصة طويلة بدأوا يتحركوا وأنا أقول بكرة إن شاء الله ولا أقضي من جهازي شيء يعني ما أجهزش نفسي وبدأ الجيش يتحرك يتحرك وأنا أروح ما أعملش حاجة حتى تفارط الغزو يعني مشي وأنا تأكدت أني مش عرف الحقهم فرجعت وأنا ندمان يقول فعلمت أني لا ألحق بهم قال فرجعت إلى المدينة وكان مما يحزنني أني أسير في المدينة فلا أرى إلا رجلا كبير السن ممن عذر الله أو واحد مريض أو رجلا مغموصا في النفاق كنت مشي في المدينة ما لاقيش الصحابة الرجال الجدعان اللي هما بتوع القتال إما لاقي رجل ربنا عز وجل عذره عشان هو مثلا أعمى أو أعرج أو كبير في السن أوي أو طف صغير أو ألاقي واحد شاب لكنه منافق معروف النفاق فكان يبقى ماشي في المدينة يلوم نفسه بقى أنا أقعد في وسط اللي ربنا عذرهم وأنا ما عنديش عز أو أقعد في وسط المنافقين فطرته سليمة يحب ربنا تعالى في الإنسان لما يكون كويس لما يقعد في حتة كده يحس إن ما فيش حد زيه بيقربه الربنا تلاقيه متدايق لو قعد مع أصحابه ومثلا التريعه على حد ولا قالوا اجتما مش كويسة تحس إنهم متدايق بسبب إنهم عايز يقف مع حد يفكروا بربنا عز وجل يقول سيدنا كعب ابن مالك والنبي عليه الصلاة والسلام هو بيحكي بقى يقول النبي ما ذكرنيش إلا لما وصل لتابوك فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يا جماعة غازوا لتابوك ما حصلش فيها حرب أول ما النبي وصل الرومان فره وما حصلش حرب أول ما النبي وصل قال ما فعل كعب ابن مالك شوف النبي حافظ الثلاثين ألف صلى الله عليه وسلم حافظ كل أصحابه أخبر كعب ابن مالك إيه فقال رجل من الناس سيدنا كعب مش هيقول اسمه إيه عشان هو يعمل حال قلط وسيدنا كعب مش عايز يفضحه فقال رجل من الناس يا رسول الله شغله برداه والنظر في أطفيه البرد هو العباية أو البابلة ده رجل الشياكة يعني إيه ومشهور وكان أمير سيدنا كعب ابن مالك يا جماعة كان أمير كان أمير نصراني قبل ما يدخل في الإسلام فده رسول الله رجل الشياكة مش بتاع حرب مش عايز يطرب نفسه شغله برداه والنظر في أطفيه في قوته وفي شكله الحلو فقال معاذ بن جبل صاحب الرسول بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا بتقولش كده على صاحبنا اش عرفك احنا مشوفناش منه إلا كل خير حتى دي مهم يا جماعة مهم أن أنت تدفع عن الناس ولما يتكلم على واحد صاحبك أو يتكلموا على داعية ولا حاجة ويتهموا بحاجة أو حد من أصحابك دافع عنه وبن القيم بيقول لو أنت قاعد في قاعدة فيها غيبة بيجيبوا بصيرة الناس في ظهرهم وأنت قاعد ساكت عندك ثلاث زنوب الزنب الأولاني أنك أنت لم تنصر المسلم في وقته ومحتاج حد ينصره لأنه مش موجود محتاج حد دافع عنه الحاجة التانية أنك أنت رضيت بالمنكر أنه يحصل قدامك وما غيرتوش ومقلتش جماعة كده حرام أو تولي جماعة ما ينفعش من الكلمة لحد وإحنا مش متأكدين أو حتى لو متأكدين ما نجيبش سيرت في ظهره والحاجة التالتة أنك أنت فرحت لأنه خد بالك الغيبة لها طعم حلو فأنت لو قاعد الناس بيجيبوا في سيرة بعض تبقاعد مبسوط أنك بتسمع أخبار يعني كده جديدة عن هؤلاء الناس فاذنوب كتير تكاد تكون زي اللي بيغتاب أو أكتر كمان علشان كده يا جماعة الصحابي سيدنا معاذ بن جبل قال للصحابي التاني اللي قال يا رسول الله ده شغله برداه والنظر في أطفائه قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا يقول كعب بن مالك فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المدينة راجع أخذت أتذكر الكذب طبعا عايزة أطلع من المشكلة لو سألني أنت ما جيتش معايا ليه أقول له إيه أقول له كنت عمل بتأخر أقول له كنت عايز أجيب شوية الثمار واباعها والكلام ده أقول للنبي الكلام ده والرجع للصحابة بيقتله ومشي ألف كيلو فأخذته أذكره الكذب وهنا الشيطان ييجي يقول لك إيه المشكلة اطلع من المشكلة بكذبة ما الناس كلها بتكذب يا أخي غش يا عم إيه المشكلة من الناس كلها بتغش ويبدأ الشيطان يصور لك إن الناس كلها بتعمل كده والناس كلها بتعملش كده ولا حاجة يقول لك دي حاجة صغيرة إنك إنت تكذب عشان تطلع من المشكلة وبعدين هتتوب لربنا سبحانه وتعالى ويبدأ يكبر لك رحمة ربنا عز وجل إن إنت ربنا تجاوز عنك ويصغر لك الزم فأول ما تقع في الزم الشيطان يعمل معاك اللعبة المشهورة قوي إنه يصغر لك رحمة ربنا ويكبر لك الزم فيقول لك إنت غلطان إزاي تعمل كده أصلا إزاي إنك إنت تغلط غلطة زي دي بعد ما ربنا اصطفاك مثلا من الصحابة ولا حاجة لذلك سيدنا كعبد الملك قاعد يفتكر الكذب أكذب أطلع من المشكلة عشان ما يزعلش من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعلى فكرة كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو رجع من الصفر يروح الأول للمسجد يصلي ركعتين فدخل النبي للمسجد وعرف سيدنا كعبد الملك النبي في المسجد قال فلما علمت أنه في المدينة انزاح عني الباطل خلاص خدت قرار أنه مش هكذب وهي دي يا جماعة فاكرين قبل كده في الحلقات هي دي ميزة الشخص اللي عنده رصيد مع ربنا سيدنا كعبد الملك شهد مع النبي كل الغزوات إلا غزوات باتر عشان ساعتها حصلت فجأة وهو كان في تجارة أو كان عنده ظروف فهو عنده رصيد مع ربنا فساعات الإنساء يتحط في جو شكل كده هيعصي لكن وقت الجد يثبته رصيده مع ربنا ويثبته عبادته الأديمة وتثبته لجوء إلى الله الأديم ويثبته فتاة تانية هو حامى نفسه فيها منها فبقى قلبه قوي أول ما عارف النبي في المسجد قال انزاح عني الباطل وعلمت اسمع بقى واحفظ وعلمت أنه لن ينجيني إلا الصدق دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد وبدأ المنافقين اللي هربوا ومرضيوش يطلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يقول أنا بطني كانت واجعاني أصلي كانت مراتي مش عارفها مين عايزها مني مشوار أصل أمي أصلي كان عندي مش عارف مذاكرة فين الأعذار اللي احنا بنقولها الطبيعية والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا يقولون طب خلاص ربنا يغفر لك ربنا يغفر لك النبي كان بياخد بالعلانية ويوكل السرائر إلى الله معين النبي عارف ان دول كدبين وربنا معلم النبي أن دول المنافقين صلى الله عليه وسلم هم دول المنافقين لكن النبي بيعلم الأمة معلش لو حد اعتذر لك تجاوز عنه واسيب السر ده إلى الله سبحانه وتعالى عشان مش كل واحد يخش بقى في قلوب الناس هو كان يقصد ايه ويحصل سؤظا ما بيننا فكان النبي يستغفر لهم معلش عدي 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 قال كعب بن مالك فرقاني النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم إلي تبسم المغضب وقال تعالى ما خلفك بصوا أنا معلم ما الواحد يضغط عليه لسه من شوية في ناس كدبت وطلعت من المشكلة خلاص بقى والناس كلها كده اطلع من المشكلة النبي هيغضب عليك ربنا لو النبي غضب ربنا هيغضب عليك قعد ما خلفك واخد بالك شوف النبي عيسيه السلام بيبعت رسائل بمجرد النظرة شوف كعب بن مالك يقول فتبسم إليه تبسم المغضب بسمة ما فيهاش الود اللي أنا متعوده من النبي عيسيه السلام عني مش بتبرق زي ما كن بيدحك معي بيحبني وإنما تبسم واحد طيب تعالى قعد ما خلفك أجدب ولا ما أجدبش أجدب واطلع من المشكلة ولا أبقى صادق والصدق منجاه كما قال صلى الله عليه وسلم الكاذب وريبة يعني وانت بتجدب انت قلقان ووشك بان عليه وفاكل نفسك محدش واخب باله ووشك بان عليه وعمال بيعمل كده في عينيه عشان ما يبانش انه هو بيجدب وبين قونه بيجدب الصدق طمأنينة ثابت حتى لو روح في دهية بس ثابت والكاذب وريبة فقال كعب بن مالك وخلاص الباطن انزح عنه قال يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجته من صخطه بعذر لقد أتيت جدلا أنا أقدر زي الشعر من العجينة أعمل شوية مشاكل ومواضيع وأطلع من يمين شمال لغاية ما ايه تحس ان أنا فعلا كان عندي عذر ولكن يا رسول الله ان حدثتك اليوم بحديث كذب لو قلت لك ان كان عندي عذر ترضى به عني يوشك الله وان يسخطك علي هقول لك معلش أنا آسف حقك علي وكان عندي ظروف ومعلش طيب خلاص زي بقيت المنافقين بس ربنا يغضبك علي بعد شوية وان حدثتك اليوم بحديث صدق مش هكذب تجد علي فيه يعني تزعل مني اني لأرجو فيه يا عقب الله ان شاء الله ربنا هينجيني الصدق ربنا بينجي الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق يعني الباقي كله كذبين وإحنا عارفين أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك قم لغاية ما نشوف ربنا هيقول فيك إيه نكمل قصة كعب بن مالك لكن بعد الفصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل قصة كعب بن مالك فهتفني حتى وأنا بحكي لما كان واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما خلفك فقال له يا رسول الله إن حدفتك بحديث كذب ترضى به عني مستعدة أكدب أطلع من المشكلة يوشك الله أن يسخطك علي وإن حدفتك بحديث صدق أنا مش هكدب تجد علي فيه تزعل مني إني لأرجو فيه أقبل الله إن شاء الله ربنا يسترها معي وهيرضيك عني وبعدين بص بقى الصدق يا رسول الله والله ما كنت أقوى ولا أيصر حالا مني قط مثلي فيه هذه الغزوة الله العظيم ما عندي أي عذر وبصراحة عندي راحلتين وبصراحة أنا اللي سوفت وأنا اللي اتأخرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك قوم لغاية ما ربنا يقول لنا نعمل إيه معاك شوف شكلها كده حط نفسك مشكلة شكلها كده كان ممكن يطلع من الموضوع ده بكد بس غيرها وبعدين ده صحابي إيه المشكلة لو كدب ده عندنا احنا يا جماعة عندنا احنا المفهوم ده هم مش كده هم لا ينظروا لصغر المعصية وإن كان الكذب مش صغيرة كما يقول إمام الذهبي إن الكذب من الكبائر ليه قالك لأنك انت بترضي بالتراب اللي هو البشر وبتسخط رب العالمين عز وجل المهم أنه نطلع من غضب البشر والله مش مهم يرضى ولا ما يرضاش إزاي حتى ورد في الحديث المشهور ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ووكله للناس روح بقى مع الناس اللي انت عايز ترضيهم وتغضب رب العالمين عز وجل وفي الرواية الثانية سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فالواحد لو صدق حتى لو يتحط في مشاكل الله بكر هيعزه لأن أنا عيز ربنا يبقى رضي عني وهؤلاء البشر قلوبهم لا يملكوها أصلا في لحظة الله يقذف حبي في قلوب الناس فيحبوني لذلك سيدنا كعب الملك كان فاهم هذا المعنى فقال للنبي أنا مش هكدب هتنبسط مني بكرة ربنا يغضابك علي لما بيحصل حتى يقولك في المثل بتاعنا المشهور المصري الكتبة منوش رجلين يعني إيه الكتبة منوش رجلين يا جماعة يعني إنت لما بتجد تطلع من المشكلة وتطلع من المشكلة التانية وبعدين تقع على وشك بسبب إن الكذاب يحب يجدب كتبة ثالثة وكتبة ربعة عشان يزبط الكتبة الأولية عشان ما يتفضحش فلان يستمر منوش رجلين يستمر عليها يعني قم حتى يقضي الله فيك طيب أمس سيدنا كعب بن ملك أول ما طلع سيدنا كعب بن ملك من عند النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه أصحابه من بني سلمة يقول فجاءني بعض رجال بني سلمة يقولون أما كان يكفيك استغفار رسول الله ما علمنا عليك إلا هذا الذنب يا أخي المشكلة لما كنت تقول أنا آسف كان عندي ظروف وتكذب وخلاص كان هيستغفر لك زي ما استغفر للمنافقين وخلاص ارجع مش مشكلة أما كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذته أفكر حتى كنت أرجع فأكذب نفسي بعد ما قاعده يزنه علي كده كنت هرجع وقول أنا كداب يا رسول الله بصراحة أنا ما حبيتش أقول للعذر أنا كان عندي عذر بصراحة وأقول النبي ويستغفر لي هكذب بعد ما ربنا ثبتني ووفقني أرجع هكذب عارف إيه اللي ثبته اللي ثبته أنه سأل هل يا جماعة في حد حصل لنفس الموقف قال فذكروا ليه اثنين اثنان ممن شاهدوا بدر ليه فيهم أسوة يعني ذكرونه اتنين من كبار الصحابة مرارة بن الربيع وأهلال بن أمية الوقفي مين دول دول اتنين شاهدوا مع النبي بدر وانتو عارفين أن الصحابة أعلى مرتبة فيهم مرتبة اللي شاهدوا بدر مع النبي عليه السلام اسمهم البدريين فلما عرف أنه في اتنين ممن شاهدوا بدر حصل لهم نفس الموقف وما كدبوش والنبي قال لهم قم حتى يقضي الله فيك ثبت لما لقى ناس زيه ما كدبوش عايز أقول حاجتين في الموضوع ده الحاجة الأولانية والله العظيم ساعات الواحد يا جماعة بيبقى نفسه بقى كويس بس الجو اللي حواليه يفضل يزن يزن والصاحب ساحب والزن على الودان أمر من السح يقعد يزن عليه فيشككه في نفسه هو أنا كده الصح ولا أنتو هو أنا لو كدبت أنا الصح ولا الصدق من كتر ما الناس عملة بتزن عليه ومن كتر ما شايف ناس مخلفة ليه ممكن يسقط في الذنب بسبب ضعف وإن ما فيش معين سيدناك عبد الملك الحمد لله أن ربنا ثبته وربنا ثبتنا جميعا قالوا له ارجع كدب نفسك وقول أي عذر أما كان يكفيك استغفار رسول الله لك ما علمنا عليك إلا هذا الذنب إيه اللي ثبته اللي ثبته الرجال الجدعان الصادقين اللي من أهل بدر اللي عمر نفس الموقف ما كدبوش تعرفين إن في بعض الناس يا جماعة مسكين الدنيا كده مثبتينها طبعا ده مثال مجازي أقصد يعني واحد في الشلة دي ثابت فهو مثبت الشلة بسبب كل ما يبصوا عليه يلاقوه صادق ومش عايز يكدب يلاقوه في الجامع أول ما الأذن يقذ يلاقوه بتشد الطرحة كده عشان يبقى الطرحة طويلة والحجاب واسع فكل ما يبصوا عليه يفتكر ربنا عز وجل وكل ما حد يفكر إنه يبعد عم ربنا يقول لا يا عم ده فيه واحد ثابت أحسن مني فيه ناس يا جماعة مثبتين أصحابهم وفيه أمة أو أب في البيت بسببه بإذن ربنا عز وجل الدين مليان في البيت لذلك ما تستقلش بنفسك وعايزين نحاول كلنا يا جماعة نكون قدوات لما تيجي الربنا عز وجل تقول يا رب أنا لما تسأل ماذا قدمت لدين الله وعملت إيه عشان الله يرضى عنك وعشان هذه الأمة وعشان النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أنا كنت ثبت في ثبات الناس وسبب إن أنا بحاول إن أنا أصوم اتنين وخمسة لما يشوفوني صايمي بوزي وحاول إن أنا أدقى مثلا أذكر ربنا شوف وصية أبو حنيفة يقول لتلميذه أبو يوسف الإمام المشهور يقول واذكر ربك أمام الناس وحرك فمك حرك فمك كده قدام الناس حتى إذا رأوك ذكروا الله كما تفعل قدام الناس كده يعمل أكنك مش يعمل وإنت بتذكر ربنا أنت مش بتمثل أنت فاهم تذكر ربنا بس بيين لهم وده ما فيهوش رياء أنت ابتدعوا الناس بيسموها دعوة عملية كما قال تعالى أنفقوا في سبيل لا سرا وعلانية مش انفق بس سر ده كمان علانية عشان الناس تقلدك كعب بن ملك كان هيرجع يكذب بسبب الناس اللي قاعدة تقول له يكذب ولكن ثبتوا رجالة ثبتوا ناس ثبت على طاعة ربنا عز وجل فلو سمحت عايزين يكون إحنا كمان منهم قال فذكروا لي اثنان ممن شاهدوا بدر مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي قال فلما تذكرتم ثبت قال وخلاص عدت الأيام والنبي قال دول محدش يكلمهم خمسين يوم النبي بيسجنهم جوه نفسهم محدش من الصحابة مش هنحطوكوا في سجن أعودوا معنا في المدينة بس الله أوحى للنبي دول محدش يكلمهم قال فكنت أطوفوا في الأسواق مرارة بن الربيع وهلال بن أمية كانوا كبار في السن شوية فقعدوا في البيوت سيدنا كعب كان شاب فكان يمشي في الأسواق قال فألقي السلام على الناس فلا يردوا علي شوف النبي في بيته مثلا أو في المسجد أو في تجارة برا ومحدش دلوقتي وإحنا وقفينه النبي مش شايفنا فلما قول سلام عليكم صحابي حبابي اللي في الجروب مثلا بتاعي قول عليكم السلام وخلاص محدش شايفنا لكن كله بينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله ثابت النبي قال محدش يكلمه خلاص مش يتكلم سلام عليكم محدش يرد طب يا جماعة أي حاجة محدش يرد خلاص قال يقول كعب بن ملك حتى تنكرت لي الأرض هي دي مش المدينة اللي أنا كنت أعيش فيها وتنكرت لي نفسي يا جماعة أنا كعب بن ملك صاحبكم اللي متربي معكم في المدينة دي أبدا النبي قال محدش يكلمه قال وكنت أدخل إلى المسجد أول ما خش قال النبي قعد مع الصحابة فأسلم سلام عليكم ورحمة الله وعدين أبص بالنبي كده هو بيرد ولا لأ ثم أقول هل تراه هل حرك شفتيه النبي كان بيحرك شفتيه بينه بالنفس عليكم السلام ورحمة الله كده بينه بالنفس لكنه ما كانش يرد علي إلا أن الله أمر النبي والصحابة ما حدش كلمهم وبعدين كان بيعمل حاجة جميلة أول نبي على السلام يقول كعب فكنت أدخل في الصلاة والنبي قعد جنبه كده قال وكنت أسارق النبي النظر بصلي وبعدين نفسي أطمن هو بيحبني لسه ولا لأ فأبص عليه كده فأول ما يخش في الصلاة النبي بيبصره أصلا النبي بيحبه بحب أصحابه فأول ما كعب عينه تيجي على النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرجع عنه تاني لأنه ما ينفعش يوري له المشاعر دي دلوقتي لأنه بيربيه على حاجة معينة صلى الله عليه وسلم المحب الأصحابه وإخوانه قال فكنت أسارق النبي النظر فكان ينظر إلي فلما أبصره يقول النبي محول رسول عليه الصلاة والسلام قال فضاقت علي الأرض وكنت كما قال رب العالمين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت والقصة في يا جماعة في سورة التوبة الآية 117 ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم خلاص مش قادر يا جماعة والله أنا كويس قال فلما حدث لي ما حدث وضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ذهبت لابن عمي أبو قتادة هو ابن عمي وأحب الناس إلي ففين أبو قتادة ده يعني إيه بيدور عليه يعني هو بيدور أم متسلق البستان يمكن يلاقيه جوه فقعد يطلع على الصور بتاع البستان لقى سيدنا أبو قتادة الأنصاري جوه بيزرع لوحده سيدنا كعبد الملك طالع فوق الصور وأبو قتادة لوحده محدش شايفهم ولا سمعهم وأبو قتادة الصور مأفول عليه فقال يا أبو قتادة قال فما رد علي طب ده النبي مش موجود خالص قل له بس مثلا أبو قتاد يقول له أصبر يا حبيبي يا أخي استنى النبي هيكلمك بكرة ولا بعده أصبر ربنا هينزل فيه القرآن بكرة ولا بعده ولا كلمة يا أبو قتادة ما ردش عليه يا أبو قتادة ما ردش عليه فقعبد الملك يقول يا أبو قتادة أما تعلمون أني أحب الله ورسوله يا جمعنا والله كويس فلم يرد يا أبو قتادة ناشدتك الله حلفت حلفتك بالله اسمعني كلمني أما تعلم أني أحب الله ورسوله قال فلم يجبني قال يا أبو قتادة ناشدتك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله فنظر عليه وقال الله ورسوله أعلم وبس قال ففاضت عيناي أنت معي أنت نازل مش قادم أحدش بكلمني خالص بس أنا مش وحش قوي كده ليس يبني ابتلاء اطلع بقى من المشكلة دي بكتبة هتخلص الموضوع كله وترجع مع أصحابك وأهلك وأريبك أبدا الله راضي طيب خلاص أنا هصبر على البلاء ده قال بينما أنا على ذلك أمشي في أسواق المدينة إذ جاءني نبطي يعني إيه نبطي يعني فلاح من أنباط الشام من عند الرومان جايلوا برسالة منين جايلوا برسالة من ملك الرومان اللي هو كان كعب معهم زمان أمير معهم فتح الرسالة مكتوب فيها إيه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك سابوك في المدينة النبي عليه السلام سابك ولم يجعلك الله عندهم بداري هوان انت ملك منبهل النفسك كده ليه فالحق بنا نواسك تعالى عندنا بس وإحنا إن شاء الله ما تقلقش هنبسطك قوي ونرجعك أمير تاني فبصيت كده في الصفحة وقلت والله إن هذا لمن تمام البلاء أنا ناقص مش قادر كمان يجي لي فتنة من بره كمان قلفة مسكت الورقة كده وامت رايحة عند التنور اللي هو الفرن قلفة سجرتها امت رميها قلت عشان ما بصش فيها وعلى فكرة كعب بن ملك دلوقتي سينا كعب رضي الله عنه عمل حاجة ما أكثر احتياجنا للحاجة دي إيه هي إن الورقة لو كان خليها في جيبه وقال إيه طب خليها في جيبي ممكن شتان يقوله طب ما تبص في الورقة من ملك الغساسنة الرومان يفتكر أيام زمان لما كان أمير وكان عنده الخدم والحشم هو دلوقتي محدش بيكلمه لأنا أسلمت مع النبي محدش يكلمني بيعملوا فيها كده ليه هو الإسلام صح ولا مش صح هو حب إنه يقفل الباب ده أم راح عند الفرن ورميها لأن كثير مننا يا جماعة يبقى عايز يقرب لربنا وبيتوب لكنه مش بيقفل أبواب المعصية لسه نمر التليفونات الوحشة في جيبه ولسه الأماكن اللي مش حلوة بيعدي من قدامها اللي كان بيخرج فيها ولسه القنوات اللي فيها حاجات مش كويسة برضو مخليها وما مسحاش من على التليفزيون بتاعها ولسه السايتس اللي على الانترنت اللي مش كويسة لسه برضو مش عامل لها البرنامج اللي بيبعد المواقع الغير منضبطة أو غير مهذبة مش قافل أبواب الفتن لذلك هو النهاردة قوي فبعيد عن الفتن بكرة الله علم هي بضائف ولا قوي فالصح اللي عمله كعب بن مالك سيدنا كعب الصح اللي عمله أمواخد لورا وحرقها عشان يقفل أبواب الفتن اطلع بكتبة خلص الموضوع وقول النبي معلش أنا كان فيه عذر عندي ومحبتش أقول هولك لكنه كان ثابت ثابت على طاعة ربنا عز وجل ثابت ومش عايز يجرب قصة كعب بن مالك طويلة بحتاجين ان احنا لسه فيها فوقت تانية وقت في الحلقة خلص فنكمل قصة كعب بن مالك الثابت الصادق ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله يزاك الله خيرا ينتظرونا صلي الله وما وسلم وبرك على نبينا محمد الحمد لله يا رب العالمين